لما يتم النهاردة افتتاح مستشفى تعليمي أنا بركز على تعليمي للأسنان في مصر تحديداً في الشيخ زايد النهاردة أنا بشوف أن دي إضافة لخدمة صحية حيلة للمواطن المصري كلم عن التفاصيل عن افتتاح النهاردة المستشفى دي لمين؟ لمين مننا؟ يعني تفتح مستشفى زي دي بأجهزة عظيمة هل لكل الناس أسعار أخبارها إيه اللي فيها جديد كل ده هنعرفه من ضيفي دكتور هشام عبدالحكم أهلاً بحضرتك أهلاً بسيابتك يا غني مبروك لفتتاح مبروك لحضرتك ومبروك لكل مصر طبعاً لكل مواطنينك أعزائك أنا أول ما شفت الحاجات دي قلت ما ينفعش ما نقولش للناس عليه يعني جمهور عريض حيبقى عندك لا ده هو معمولة لخدمة قطاع كبير من مواطنين الغليين علينا يعني في المنطقة دي وتعارفة ده أنت ده أسنان أصلاحها جغالية قوي لا ده مجاناً يا فندم ده مجاناً إحنا عاملين المستشفى طب الأسنان التعليمي ده خدمات مجانية تماماً يعني مجاناً المستشفى الجديدة دي كلها مجاناً كلها يا فندم علاج مجاني طبعاً إيه العلاج اللي حيبقى فيه قولي الأول النهار ده افتتحته إيه وإيه الجديد وإنتوا بالنسبة للعالم عفواً دكتور هشام وصلين لفين في هذا التقدم وهذا التطور هو حديك إحنا ككلية كنا راعينا الاشتراطات بتاعة كمسيات الرئيس في مرة من اللقاءات نعم المهمة قال إنه نفسي الجامعات بتاعتنا أي تبقى من أفضل خمسين جامعة في العالم وده بيكون عن طريق الشراكة نعم وطبعاً الكلمة دي كانت بالنسبة لنا يعني جايدلاين إنه إحنا نشتغل في هذا الاتجاه ففعلاً إحنا قدرنا كيعني طبعاً تصنيفات مبينة جامعة القاهرة ككل أي وكطب أسنان إحنا كل التحية للدكتور محمد الخشط طبعاً طبعاً أنا لسه هذكره أشكره على دوره العظيم في دعمنا دايماً ولسه هذكره في أدوار كتيرة جاية حاجاتك هتتعمل وأعلن عنها أي الحقيقة الراجل ده جميل وربنا تديه الصحة ومحب الوطن جداً يعني فطبعاً إحنا واخدين الموقع السبعة وخمسين تقريباً على العالم كتكول ليه تبقى سبقائرة نعم سبعة وخمسين على العالم نعم فده طبعاً موقع متقدم جداً إيه اللي عمل الحاجات دي بقى؟ عملنا شراكات فعلاً زي ما سيت الرئيس وجه عاملين شراكة مع جامعة كيل وهنقول دورها إيه بعد كده؟ ألمانيا ألمانيا متقدمة جداً في المجال أه طبعاً 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 وهنستخدم الشراكة دي في حياة كريمة والقوافل العلاجية اللي بنعملها هاين هنوظفها في هذا الاتجاه الحاجة التانية اللي بيعلي الرنك أو التصنيف بتاع كلية هي نسبة الوافدين اللي فيها فمسلاً لما نيجي نبص نلاقي مثلاً النسبة المثال العالمي بتاع أكسفورد أي النسبة فيها واحد تسعة وثلاثين بس خلي بالحليك بقى التسعة وثلاثين دول مش الإنجليز التسعة وثلاثين دول الوافدين الوافدين وواحد إنجليزي أي فإحنا عندنا طبعاً مبادرة إدرس في مصر دي طبعاً عملت شغل معاك وفي الأسنان خدنا كمية وفدين في كلية عندنا إحنا نظرين لها طبعاً تطبيق لتوجهات ست الرئيس وطبعاً دي القوة النعمة بتاعتنا نعم إن الخريج بتاعنا لما يطلع برة هيقول طبعاً عنينا حاجات كتيرة قوي بتعلم خير صحفتنا هتنتشر بالإضافة إنه بيجي تعلم هنا ما هو مش بيتعلم بس ده بيعيش وبيجي يعني سياحة برضه وبيجيب أهله بعد كده وبتاع فالمهم عملنا كده والحمد لله ده مشينا في اتجاهات العالمية في النسب عملنا كمان المؤتمر الدولي اللي ممكن حضرتك غطيته معاك بردولة إنه كان مؤتمر دولي مهم جداً كان أول مرة تبهينا تعمل مؤتمر بعد مرور خمس سنين فطبعاً كان فاضل بقى إنه احنا نوسع العملية التعليمية عندنا والعملية العلاجية لأنه احنا مؤسسة علمية وتعليمية وآلاجية نعم فأنا لما استلمت المسؤولية الحقيقة كان من سنة تقريب كان عندنا مبنى في المباني بتاعة الجامعة اللي وراء هايبر في الشيخ زايد عادة مباني الحقيقة كان منهم كلية مخصصة وكلية طب الأسماء فكان مبنى هيكل ما كانش فيه ردور واحد بس هو لشغال كنا من شغل الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي نعم عندنا برنامجين برنامج العادي ده في الكلية الأم في الأصل العيني ده اللي هو جيلي أنا اتربع عليه اللي هو امتحان أول السنة وآخر السنة وكامل إنما فيه برنامج ثامني أكثر تقدماً اسمه البرنامج الدولي اللي هو بالساعات المعتمدة وده إحنا أولادنا فيه برضو وبردو إخوانا الوافدين الموجودين فيه تمام فالتوسع فيه مهم جداً لعدة أسباب يعني قومية ووطنية مهم وكل ما اللي سيتم تتخيلين فكان لازم نتوسع بقى في العملية التعليمية دي لأنه كانش شغال غير دور واحد بس والدور واحد ده حتى بقية الطلبة اللي كانوا بيتخذوا كانوا بيجوا عندنا الأصل هنا لأنه ما كانش فيه إمكانيات في هذا المبنى تحته إيه النهاردة؟ النهاردة عملنا أول حاجة عملنا مستشفى كامل تعليمي بغرفتين عمليات بإفاقة ونعراية مركزة 14 سرير 14 سرير عمليات لا 14 سرير مرضى يعني إحنا نستوعب 14 ممكن يباتوا وليهم كل الخدمات عندنا المطبخ أصل ده اللي يعلقى برضو بالعمليات والجرحات ليه لأنه إحنا نجيب الناس تتعلم حتى ندخلنا في المناهج الطالب اللي هو لسه ما تمرنش أنه يعمل عمليات بس يبقى موجود يبقى بيساعد طبعا ويعرف يعمل إيه مع المريض بعد ما يفوق من البنج إيه الهوزبتاليزيشن أو الوسائل بتاعك لأنه إنت عارف حدثيك التمريد والأفتر كير ده أهم حاجة في نجاح العمليات وده إحنا منحاول ننميه من خلال التركيز عليه شوية هو بالعمليات وصله فين من التطور والتطور؟ أعلى جهاز ممكن تتخيالي جبنه خصفي إيه؟ عن طريق تخدير تخدير ده أنا عايز أقول لحركة نحن عامين في نفس العمليات دور كامل تلات وحدات تخدير علاج زوء الهمم في نفس المستشفى تمام حاجة تانية كمان عملناها هو التخدير كمان فيه تطور يا دكتور طبعا طبعا تخدير بالبرسونال بالناس اللي بتشتغل بالكلام ده ماتيريال طبعا وعلى ذكر الماتيريال عايز أقول لسيادتك حاجة أنه إحنا يعني عندنا مشروع كده أدي مثلا سرير للعمليات بين آه تمام دي عيادات إيه فتتحنا إيه تاني تكمل سؤال سيادتك أي عملنا أنشأنا من العدم من العدم ده من العدم على فكرة كان ده من العدم أربع عيادات كل عيادة يعني كل عيادتين فيهم خمسين يعني حوالي 120 كرسي ووحدة أسنان كرسي اللي هو كراسي ووحدة الأسنان آه تمام هو كرسي الأسنان كرسي الدكتور بتاع السنان ده آه ومع الوحدات الملحقة اللي معاهم اللي هي الكابنتس أو الكونترات اللي بيشتغل عليها بيشتغل بالكلام ده مش بس كده بقى عملنا طب اشتريتون منين الكراسي دي دول صناعة مصرية فلأ احنا اتعمدت أننا لو أنا بتعقد مع الشراء المواحد أننا أروح مندج محلي ده مش محلي 100% بس فيه 40% مكون محلي ايه ده خلنا بقى لسه فيه مشروع عايز أقولي سياتك عليه اللي هو خلنا نفكر في توطين الصناعة إنك تزود نسبة المنتج المحل فعلا أنا قدمت مقترح لمعالي الوزير الدكتور الخشت وقلت له ده 40% فن ده كده 40% الكراسي نعملنا بقى مكون 70% 72% حصل بالفعل حصل بالفعل وده اللي إن شاء الله هنعلن عنه قريب ونطرح لأ ده احنا عايزينه يبقى قريب جدا ما هو قريب إن شاء الله وبنحلم بنحلم يعني أنا أتمنى طبعا إن سيات الرئيس يكونوا شايفنا عشان يدعمنا في القصة دي لأن أنا عارف إن ده إحنا كلنا يعني رجالة ساتو وكلنا من حب الوطن ونفسينا إن هو يعني دعمنا في الحتة دي إن إحنا نفسينا نعرض في الأفريكا هيلف مطلوب الدعم في إيه؟ مطلوب الدعم؟ إن إحنا نعمل مشروع توطين الصناعة تمام توطين الصناعة وده الحقيقة لفت نظري الموضوع ده لما طبعا الأزمة اللي فاتت دي إن إحنا محتاجين طبعا إن إحنا نوفر كل سيولة ممكنة وإن الجامعات عموما يبقى لها دور في الصناعة ده بره كل الجامعات لها دور في الصناعة بتعمل كيت؟ أي فقدرت إن أنا أوفر مشهورة علمية من أساتذتنا وبالتفاق مع المصانع الخاصة والمصانع للقطاع العام تمام قدرنا إن إحنا نعمل كرسي أسنان هيتحط عليه شعار الجامعة لأنه هو بخبرة مصرية كاملة تمام ومكونات محلية بالزبط بالزبط 72% 72 ده رقم هايل آه يعني القانون بيقول له 40% بيعتبر معالي طبعا إحنا عدين طبعا وبعدين حتى البردة بتاعته والحاجات اللوحة الكهربائية بتاعته كلها مصرية تمام وبعدين عملنا برضو زرعة مصرية طب خلينا في الكرسي وبعدين نتكلم في الزرعة لأنه دي تفاصيل في باية الأمنية لأن ليه علاقة بالتوطين هي نفس المرحلة آه الكرسي ده أنا كمريض هحس بفرق ما بين الكرسي الألماني كرسي الصيني كرسي كذا وما بين الكرسي اللي بنستهدف أنه يبقى قريبا بنسبة 72% منتج محلية يا فنم إحنا لما عملنا الكرسي ده إحنا كنا خايفين وأكتر حاجة مخوفانة إن إحنا نعمل حاجة ما طلقش بوجه مصر إحنا مش عايزين نعمل حاجة بس مكتوب عليها صنعة في مصر وتبقى سمعتها مش حلوة طبعا ده مرفوض طبعا إحنا علشان نطلع على الكواليتي ده إحنا فعلا ماشيين بكل الإجراءات والمصر على الحقيقة يعني إحنا لسا ما طلعناش أول منتج بس هو مباشر نعم لما نطلع على المنتج إن شاء الله خلال أسابيع بإذن الله أسابيع إن شاء الله أسابيع وننتظر إيه؟ وحيكون فيه مؤتمر صحفي وحنقول هنعلن عن أول زرعة مصرية تمام هو أول كرسي أسنان مصر عشاننا إن إحنا ندخل بمؤتمر الأفريكا هيلث برعاية سيدة الرئيس أنا ما عرفش المؤتمر ده إيه؟ عشان نعرض ده المؤتمر اللي هو بيتعامل اسمه أفريكا كونز اللي هو مؤتمر السحة الأفريقي أي اللي بنعرض فيه اللي بيبقى دايما تحت رعاية سيدة الرئيس هنا نعم وبيبقى نوع من أنواع الانفتاح على وجهنا الأفريقي أنك تعرض فيه المنتج بتاعتك فإحنا لو عرضنا الكلام ده بالإضافة إلى الخدمة اللي هنقدمها ككلية غير المنتج إحنا كمان بنقدم خدمة تعليمية تمام اللي هو تعليم المستمر تمام فبنعمل كرسات في الحاجات زراعة والتبييد والحاجات الأسنان نعم عندنا هنا لإخوانا الأفريقي أنهما ممكن يشرفون هنا ونعمل لهم كرسات تمام بالإضافة أنه إحنا داخلين بورشتين عمل لأ المعرض يا فندم المعرض يعمل وعايزين تبقوا موجودين فيه علشان أنت بتكلم فيه تسويق في إفريقيا آه عشان تعرض منتجنا المواصل عشان تعرض منتجك المواصل المنتجة إحنا لما جيت عملت البروبوزل بتاع المواصل طب هو هياخده منك معلش هنعفوا أن بقى تحضرين لا تفضل هو هياخده منك عشان هو هيبقى أفضله أكيد هيبقى أوفرله أوفرله من أي بلد تاني تمام أنا عايز أقول لي سيادتك حاجة هو المشروع ده مشروع لي كذا مرحلة حطينا البرينسبلس أو المبادئ بتاعته قلنا أن إحنا هدفنا أن إحنا نورفر العملة الصعبة اللي إحنا ندفعها في الاستراضي تمام عملنا الدراسة السوقية كويس لقينا أن إحنا اللي إحنا هنعمله ده هيغطي 20% من مستلزمات السوق المصري وهل من مزيد يعني إحنا متوقع أن إحنا نزود بس طبعا مع استمرار المشروع المرحلة التانية قلنا المرحلة الأولى عشان إيه ما نعودش نمسك كذا حاجة في وقت واحد نعم ما نعملش حاجة خلينا نقسمها المرحل مرحلة الأولى عايزين نعمل زراعة أسنان وكرسي لأول حاجة لأن أنا كان هدفي أن الزرعة دي تبقى في متناول الجميع زي ما بيروح واحد يخلع ويركم وتبقى حاجة بسيطة جدا كل ما يسمع سعر زرعة يقولك ده غالي جدا لا أنا عايزها في متناول المواطن فده مش هيبقى إلا لو حاجة صناعة محلية من نفس المواصفات اللي بقول لسياتك عليها طب وإحنا مكونات الزرعة دي أنا طبعا ما فهمش بس مكونات الزرعة دي عندنا نسبة منها في مصر عندنا طبعا 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 المرحلة الثانية بقى قلت نعمل مثلا حاجات مستلزمات العمليات والشرائح والمصامير ليه لأنا عايز أخذ الأبحاث اللي عندي في الكلية اللي زميلي وأسدتي عاملينها والتلمزتي تعبوا فيها طبعا تعبوا فيها بدل من إحنا نكتفي بالنشر الدولي لا نترجمها إلى صناعة طب هل تم نشرها دوليا ولا ترفقها دوليا طبعا بس أنا مش عايز دي بس أنا عايز ترجمها بس الخطوة دي مهمة بقية الرؤية بقى بقية الرؤية إن أنا أخلص الأصدر يعني أنا أوصل لمرحلة إن أنا أصدر هايل وما دايما الأحلام بتبتلي بالفكرة بالعكس ده لازم يبقى ده استهداف فده مشروع التوطيل ويمكن معالي الدكتور الخشت أعلن عنه النهاردة نعم وإن شاء الله حيكون فيه ليه إيفنت مخصوص ويعني إحنا طبعا نفسنا إن إحنا نعمل أي حاجة للبلد طبعا في هذا المكان مستشفى النهاردة مجانا يا دكتور هشيل مجانا فاني ده لسه في حاجات تانية عايز أقول إستياتك عليها حتشتغل إمتى ولا المرضى ممكن اشتغلت خلاص إحنا كده اشتغل جهزة عايز يكشف إذا تحول لو هيروح العمليات التعمل ببلاش سوى الهيمن ببلاش العيادات كلها إحنا أنشأنا عيادتين ده إحنا هنبقى في قوائم انتظار كده في مجال الأسنانة يا فاني ما عندناش قوائم إن شاء الله زير انتظار تمام زير تمام وده لإن إحنا اتخذنا إجراءات للقضاء على القوائم تمام اللي هو كانت موجودة قبل كده طيب مهم معرف من حضراتك فكرة الحملة القوامية للكشف المبكر لأن دي أعتقد جديدة عن فكرة سرطان الفم ممكن أنا في لقاءات سابقة قلت الحقيقة أنني مش عايز دور الكلية المجتمع يبقى دور تقليدي اللي هو القوافل أي لكل الكليات مؤاملة أنا عايزين نفكر بره الصندوق شوية فأول حاجة عملناها هي حكاية يعني أنا نفسي عاملين شراكة مع جامعة كيل أنا برضه بالشيء يوسكر إن احنا هندوم هم عندهم فكرة توعاوي عالي جدا فإحنا عايزين نعمل حملة توعاوية في الأرياف عن أمراض اللسم آه فهم عاملين بروتوكول حلو جدا في هذا الأساس أنا كنت لسه هناك وكانوا بيمرنونا إزاي إن احنا ومعنا شباب طبعا من الكلية بيمرنونا إن احنا لما نروح قوافل علاجية ما يبقاش الدور علاجي بس يبقى الدور كمان توعاوي استرشاف وده حيكون من خلال بس في أمراض اللسم نعم نعم وده حيكون من خلال حياة كريمة ويمكن استأذننا وتم اتصال مع معالي محافظ الفيوم وتم التنسيق بحيث إن احنا نروح على مدرستين هناك ويبقى هناك اليوم أو اليومين اللي احنا هنعمل منهم الحملة التنسيقية دي في أمراض اللسم ده ده أنا فكرة تانية خصوصا من خلال طبعا اهتمام سترائيس بصحة الموطن المصري ومئة مليون صحة فاحنا لقينا إن سرطان الفم ده يعني نوعا ما بدأ ينتشر قد يكون مثلا نمر ستة تمام ترتيبه يا احنا رقم ستة في مصر لا سرطان الفم رقم ستة في السرطانات اللي ممكن تسيب الإنسان آه تمام تمام فلاقينا إنه نسبته برضو عالية بلاس إنه نحن عندنا الثقافة معيدة عن المنطقة دي خطف عند أهلنا في الريف يعني مثلا إحنا كنا منلاقي نلاقي واحد مثلا عادي يتعالج من الخراج ثلاث شهور بينما هو ورم فبيروح لدكتور سنان بيدي له مضاد دحاوي وثلاث شهور دي طبعا استهلاك وقت فلما بيجي هنا بيكون لقدر الله طبعا عدى النسبة بتاعتنا هتعمله إيه؟ الكشف المبكر وجدنا إنه إحنا لو قدرنا نكشف مبكر حنوفر وقت وبيكون نسبة الشفاء 80-90% طبعا بتفرق عملنا حاملة قومية برعاية معاري الدكتور الخشط وبينفذها طب الأسنان بقالنا أسبوع في القص عيني والنهاردة اتداء من بعد الافتتاح بدأنا ننفذ في الشيخ زايد تمام وعايز أقول لحريك إحنا في الخمسة يام اللي فاتوا يمكن إحنا بدأنا يوم لتنين تقريبا لتنين آه 421 عيان كشف يوم السبت اللي فات هو مبارح أي أو مبارح مبارح الرقم جايلي 503 طبعا فيه إقبال الفكرة إيه إنه هو إحنا عاملينها 3 مراحل مرحلة الأولينية إنه إحنا منتعرف على العادات السيئة اللي ممكن تؤدي إلى سرطان الفتاح طيب دكتور هشام كل ده كلام عظيم جدا 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 الجديد برضو اللي عايزين نقوله النهاردة قبل ما نخدم الجديد إنه إحنا أولا إحنا وسعنا العملية التعليمية والعلاجية عن طريق افتتاح مبنى فخم جدا شيخ زايد المستشفى اللي فيه والعيادات اللي فيه والتحول الرقم اللي تم وكل كرسي جنبه تابلت التابلت ده كان اتخذنا من الجامعة أيام الكورونا علشان تعليم عن بعض ولكن إحنا بدل من رجعه استخدمناه في إنه إحنا نعمل تحول الرقم فأصبح فيه نظام معين ممكن العيان اللي عايز يروح الأصل العيني النهاردة عايز يروح بكرة الشيخ زايد مجرد من دخل الرقم القومي بتاعوفة بتلعلينا كل بياناته ومربوط بكل هايل أجهزة الأشعة الموجودة التحول الرقمي الحملة الكشف المبكر عن سلطان الفم لكن أهم حاجة طبعا بعد الافتتاح ومكملة أعتقد هي هتكون توطين الصناعة لأن دي حاجة وطنية جدا أي توطين لصناعة ده حلمنا فن أنا شخصين بمسك فيه حلمنا فن يعني لأنه فكرة إنه في الظل اللي بيحصل في العالم كله فأنت أتفكر في ظل كل هذه الأزمات أنك تدور على منتج محلي يا فندم كلمة ميدن إيج أنا ممكن قلتها قبل كده بخلي قلبك يهفف يعني لو شفتيها بره شفت علبة كبريت حتى مكتوب علي ميدن إيج بتعمل وبتمنى أنه يكون العرض في المؤتمر الإفريقي بإذن الله بإذن الله ويتم تسويق المنتج المصري اللي تم لغاية دلوقتي إن شاء الله هو إمتى فن إمتى الـ إن شاء الله خلال 3-4 سبيع مكسيم ده قريب جد بإذن الله إن شاء الله موفقين ده شغل ما الشغل دلوقتي دعوات حضرتك بشكركم ومبروكم موفقين أي افتتاح جديد لخدمة مواطن تحديدا لما بنتكلم على الصحة ده بيبقى شيء عظيم مستشفى الشيخ زيد التعليمي للأسنان مجدانا لكل المصريين دكتوري شام عبد الحاكم بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا بشكر حضرتكو شوفك بكرة على خير مع تحياتي عز مصطفى وإلى لكم ترجمة نانسي قنقر